وفي شبوة تجددت المعارك الضارية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي والمخلوة صالح في جبهة عسيلان بمدرية بيحان اثرى مهاجبة قوات الجيش الوطني المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية وأوقعت فيها أكثر من عشرة قتلى والعديد من الجرحى أما في جبهة بيحان شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما عنيفا على تمركز الميليشيا الانقلابية في منطقتين بلوم والخيضر لتندلع بعدها معارك عنيفة وسط قصف المدفعي متبادل من مواقع تمركزها